بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضرتكم مع الجزء الثاني السغنطوت كده من معبد دير الحجر اللي هنكمل بقى فيه المعبد بتاعنا قلنا ان احنا وصلنا لغاية صالة التجل الأمامية والمناظر اللي عليها وشوفنا الصالة اللي فيها أربع مدى هندخل دلوقتي على قدس الأقداس قدس الأقداس هنلاقي العتب من فوق كان معتاد عليه المناظر للشمس المجنحة وبعدين بنبدأ نبص على العتب أو الصالة نفسها المناظر بتاعتها متوزعة فيه تلت صفوف هنشوف المناظر هنتكلم عليها بعد شوية من دلوقتي لكن المناظر الفلكي اللي موجود في السقف ده اللي موجود بره وحنشرحه بنلاقي مثلا بعض الحوامل اللي النووز بقى أو تمثال وعليها أسامي بعض الأباطرة لكن الحياة مش ظهرة تملاحظة الغريبا الاسمين اللي حليقهم عندي هنا دايما هيكونوا باسم نيرون وباسم فيسبسيانر البوابة بتاعت قدس الأقداس هلاقي المناظر العتب اللي عليها بتمثل المناظر كلها تقدمات من الإمبراطور للإله أمون وخنصه وموت وحنا بيقدم زي ما شايفين منظر العلمين مثلا بيقدم قلادة القوس بيقدم آسف السخت اللي هي الحقول ده العتب الكتفين هناخد الجنب الشمال هنلاقي التقدمات اللي بتتعامل ليه جحوتي وورا نح متعويل احنا متعودين عليها بعد كده خنصه وورا أمه موت ملاحظين عايزكوا بس تبصوا على جسمه خنصه كطفل هنا الابن المدلل بقى الموت هنا المكلبز اللي حبينا نحنا نقول لما بنكمل بنلاقي أمون وأمون وورا أمون موجودة موت وبعد كده النصوص التقصية اللي بتتقال مع خرطوش ظهر هنا خرطوش دو متيان على الجانب ده على الجانب التاني من الجزء العلوي منه بشوف في المنظر برضو تقدمات بيقوم بها الملك ملاحظة هنا من الخرطوش فاضي ربما إن دي مرحلة بقى اللي يعني إيه وسط هل هي عامل أباطرة الأربعة اللي هي بعد نيرون وفيسبسيانوس احتمال وارد لكن التقديمة هنا بتتم ليه مونتو ومع مونتو بلاقي متقدمة كمان ليه الإله مين القربين اللي بتتقدم اللبن بعد كده بنقدم النصوص التقصية برضو بيظهر اسم دوميتيان لما ندخل بقى كدس الأقدس من جوة تعالوا نشوف المناظر نيرون متصور عندي في أول منظر من مناظر قدس الأقدس وهو بيقدم القربين والأغذية أمام أمون بهاية الكبش وراموت وبعد كده بلاقي الملك برضو نيرون بيقدم القربين اللي هي المرادة المعت وبيقدم الإرتت هنا بيقدم الإرتت أنا آسف أمام أمون وموت برضو والاتنين قاعدين على العرش المقدس بعد كده بيقدم السخت لأمون وموت نفس الإمبراطور نيرون بعد كده موجود أمون برئيس الكبش وراموت في منظر من المناظر البديعة مناظر الشمال والجنوب أو الجدار الشمالي والجدار الجنوب بمناظر ثلاث صفوف هللاحظ أن الصفين الأولانيين المناظر كلها تقدمات عادية جدا كلها مكتوبة باسم فيسبسيانوس الصف اللي تحت بس اللي فيه أليهة النيل اللي بتتحرك اللي بيتقدم مع أليهة النيل هو الإمبراطور نيرون ما يلاقي كمان الإمبراطور متصور قدامي فيسبسيانوس برضو هو بيقدم القربين المعت بيقدمها لأمون ويموت بشكل من أجمل النقوش الموجودة في المعبد بالمناسبة ثم الملك بيحرق البخور قدام أمون بهاية الكبش ويموت وخمسه وبعدين بيصب القربين المقدسة والماء المقدس وبيقدم المعت أمام أمون كمتف هنا المنظر البديع بقى وأهم منظر في المعبد يعني انت لو رايح المعبد مش تشح كلها احنا قلناه مش حايد بس أقلل يعني من أمية المر لكن المنظر الفلك اللي في خدس الأقداس اللي اتنقل برا على الجانب الغربي للمعبد المنظر فلكي بيمثل السقف بتاعه صورة من صور ضندرة متصور في الإلهة نوت وهو أربع صفوف من المناظر نوت وهي بتبتلع أرس الشمس وبتعيد بلاد الشمس من جديد وحنشوف بأدابة طفيل لكن المهم ان انا اقول لحضراتكم ان منظر السقف بيقرخ بعصر الإمبراطور هدريان 117-138 ميلاديا يعني بنتكلم بعد حوالي 50 سنة تقريبا من حكم فيسبسيانوس اللي عمل إلمها لو بصيت على أول ريجستر أو على الصف العلوي على جسم نوت وهو بييجي وبيبتلع الشمس عشان تخرج من النحاء التانية وتخرج الشمس منها وفيك كتابات بقى المجموعة من الجرافيت اللطيفة الناس اللي بيزوروا يعني اللاي الخولي جزار أسيوت واحد كاتب 1910 ولا جنرال أسيوت يعني الناس اللي بتيجي تزور المكان المنظر بعد كده بلاء الشمس ويبتلع من النوت في الصف لكن فيه اتنين متصورين متصور السقر اللي وراه حراغتي أو هنا أسف حورة وهيكون وراه صدت اللي هو النجم كأنهم لتنين البحارة اللي بيديروا المركب نشوف مع بعض كمان مجموعة من التمثيل للأبراج اللي موجودة عندي من دندرة مقلدة في مناظر المعبد بلاء عندي كمان عين الأجهات في الجانب الغربي وهيكون من الدرجاء الغربي نفس المنظر موجود في الدندرة اللي موجود في النحية الغربية الغروب عين الأجهات وها لا تتولد من الشمس وانه يت mésince على أرس الأمر و الأمر هنا هو مماثل لأزوريس والقالية اللي بتحيى مرة تانية بالأي الامSL من مونتو ، بالأطوم ، بالأيوب ، بالأيcarbon ، باليتفنود ، بالأيكب ، بالأيوب ، بالأي chest بالأي ه defดت بتعبر عن المعنى ده هنا بالأي عدد تاني من النجوم، الاسماع النجمية الممثهنة لدي مع مجموعة من الآلهة بشوف منها جحوتي متمثل وراء غالبا نحمة عويه ونفتيس وإيزيس وحطحور المناظر هنا زي ما بقول لحضراتكم مناظر كاملة للناحية الغربية للأمر لو بسيت على الناحية الشمالية بقى اللي هي هو ناحية شرقية قاسف اللي بيمثل فيها أرس الشمس حلقي إن في الصف الثالث منها المركب بيبقى عليها خبري هو اللي موجود ومعاه أرس الشمس وبيمثل صعود الشمس خبري هنا هو الميلاد ومعاه موجود البابون اللي هو التمثيل بتاعه جحوتي وهو عملية رفع الشمس وميلادها مرة تانية في النحية التانية بقى بلاقي الشمس على شكل الطفل الصغير اللي بيخرج من رحم نوت وبيتولد معاه وتحتيق المركب فيها اتنين من الآلهة واتنين من الآلهة اللاحظ إنه هم مفيش إيديهم يعني مفيش إيدي ليوم وفي الغالب هي الآلهة اللي بتحمي المركب بتاعة الإلهة لما نبص في الريجستر الأخير بلاقي النجوم وفي داخلها الدسك بتاع الشمس أو الهلال بتاع الشمس ومزينوا مركب الشمس كأنهم كانوا جزء من المركب اللي خارج معايا هنا نشوف المنظر البقرة حطحور وتحتها خبري يفرج جناحي كأنه يحمي شمس الغرب ومامها الإلهة طورت ووراها إلهة على هيئة رأس أدمية وجسم أبو الهول الذي هو الإله توتو المنظر سنجد الإلهة السفينكس براس أدمية أو الشكل براس أدمية مختلف هذا الإله توتو الذي أول مرة ظهر كان عندي في القوصة 26 وأول مرة كان يظهر في معابد الدخلة بالمناسبة ولكن ظهوره بشكل كبير كواحد من مجمع عالية إسنا أرجو أن تراجعوا الفيديو الذي عملناه مع إسنا وكنا دائما بالله أن الذي يحمي الموكب الذي فيه الآلهة طورته ويحمي توتو ويحمي حطحور على شكل البقرة كان دائما إلهة برأس السقر الذي هو تمثيل للمعبود حورس معبد دير الحجر واحد من المعابد الجميلة الرائعة الكنز واحد من الكنوز المنسية التي دائما أحب أن أتكلم عليها في وحاة مصر وأرض مصر إلا عبارة عن بحر من العلم والمعرفة والآثار التي ليس لها مثيل في العالم انتظروني في فيديو تاني مع هيبث كارنك الخارجة شكرا جزيلا 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 شكرا جزيلا